وفي ليبيا وأمام مساعي إنشاء حكومة موازية والدفع بتأجيل الانتخابات العامة المقررة في الرابع والعشرين ديسمبر المقبل يحذر متتبعون للشأن السياسي الليبي من حالة الاستقرار والدفع بليبيا إلى مستنقع الحروب ويؤكدون على ضرورة إجراء الاستحقاقات النيابية والرئاسية في أوانها المزيد من التفاصيل مع مريم ويلي مساعي إنشاء حكومة موازية في ليبيا وتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية سيناريوهات تخيم على المشهد السياسي الليبي رغم الضغوطات المحلية والدولية لإجراء الانتخابات العامة في أوانها هناك نية لإنشاء حكومة موازية في ليبيا وهناك خطوات قامت بها بعض الوزراء المنتمين للحكومة الوطنية وانتقلوا إلى المنطقة الشرقية وأعلنوا أن لديهم النية بالانتصال الحكومة الوطنية إذا ما كان لم تتوفر بعض الشروط التي طلبوها ومنها العدالة الاجتماعية وعدالة في توزيع السنوات بين المنطقة الشرقية ومنطقة الغربية والجلوب كل هذه الخطوات وهذه الحركات تؤشر أن الموعد المرسوم للانتخابات من 24-12 ممكن أن يتأخر وسط توقعات بتأجيل الاستحقاقات العامة ارتفعت تخوفات من الانشقاق والصدام العسكري بما يمكن أن يقود ليبيا إلى مستنقع الحروب ومحاولة التدخل الأجنبي في تقديرنا أن السيناريوهات الممكن أن تكون هي أولا في الرابع والعشرين لا بد أن يحصل تغيير سواء كان انتخاب وهو ما يتوقعون أو يتوقعه كافة الوطنيون ويتمنونه وإذا لم يحصل ذلك سيؤدي إلى انقسام حاجب وربما سيؤدي أيضا إلى صدام عسكري وهو أمر لا تحمد عقباها التدخلات الأجنبية من بعض الدول ومحاولة ذكاء فتنة أعتقد هي السبب الرئيس فيما يتعلق بما وصلت إليه الوصول إلى حائط الاستقرار في ليبيا والخروج من عمق الأزمة مرهون بإنجاح محطة هامة في مصارها السياسي والانتخابي بما يكفل السلام لها ولدول الجوار